السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جريد على قناتكم قناة بحبي كابلادي هل سيشارك وليد سليمان في مباراة الأهل والترجي التونسي في راداس أم ستمنعه كادمة الرأس قبل أن أدخل في تفاصيل الخبر أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من الزرار الأحمر أسفل الفيديو أكد الجهازان الفني والطبي للأهل أن وليد سليمان لعب الفريق لا يعاني من أي إصابات تحول دون مشاركته في إياب نهاي دور أبطال إفريقيا الجمعة المقبل أمام الترجي التونسي باستاد راداس وتعرض وليد سليمان للإصابة بكدمة قوية في الرأس خلال مباراة الترجي أمس الجمعة باستاد برج العرب في ذهاب نهاي دور أبطال إفريقيا وقام الجهاز الطبي بربط شاش حول رأس وليد سليمان الذي قاد الأهل للفوز مهم على الترجي أمس بثلاثة أهداف لهدف وسجل وليد سليمان هدفين في المباراة الأمس من ضربتين جزاء احتسبهما الحكم الجزائري مهدي بن عبيد لصالح الأهلي كما صنع وليد سليمان هدفا سجله عمر السلية وأعلن محمد يوسف المدرب العام للأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة أن وليد سليمان لا يعاني من أي إصابات موضح أن الكادمة التي تعرض لها نجم الفريق بسيطة ولا تدعو للقلق وأوضح محمد يوسف أن وليد سليمان استكمل مباراة الترجي أمس ببرج العرب وقد قدم عرضا جيدا مع باقي زملائه بالفريق ونجحوا في الفوز على بطل تونس لكن الحسم ما زال في تونس يوم الجمعة المقبل وليد سليمان حاوى الأهلي ووصل للهدف رقم 16 مع القلعة الحمراء في بطلات إفريقيا ليأتي خلف محمود الخطيب ومحمد بوتريكا وعماد متعب وفلافيو ومحمد بركات وحسام حسن شكرا لكم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته